أبقي اسمه العراق أم أصبح بلد السجون ليتصدر قائمة الدول العربية في عدد السجون ويحل في المرتبة الثانية والأربعين على مستوى العالم من الناحية ذاتها هذه تصنيفات موقع Brief Prison World البريطاني المعني بجمع بيانات توفر حرية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بأنظمة السجون في جميع أنحاء العالم الموقع يؤكد أن أكثر من 45 ألف سجين يقبعون في السجون الحكومية وهذا الرقم يقتصر على المسجلين بشكل رسمي ولهم بيانات وملفات اعتقال مدونة عند الحكومة ولا يشمل القابعين في السجون الخفية التابعة للأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة ففي تلك قصص أخرى يشيب لها السامعون من هول ما يروى عن آليات التعذيب وظروف الاعتقال ولا أدل على ذلك أكثر مما ذكره رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي الذي صلت الضوء على طرق تعذيب المعتقالين وتفشي الأمراض والأوبئة والجرب بسبب انعدام الشروط الصحية فمن لم يمت بالإعدام قتلته الأوبئة والأمراض السرطانية منها ما ذكرته تقارير دولية وأخرى شهود عيان ومسؤولون حكوميون أكثر من 19 ألف معتقل من أهالي مدينة الموصل فقط لمجرد تشابه أسمائهم مع متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة أما المغيبون قصرياً فيصل عددهم إلى مليون شخص وفق ما أكدته منظمة هيومين رايتس ووتش كل ذلك يقال عن السجون الحكومية والحكومة في أقل الأحوال سوءاً تعلن عن إطلاق عشرات المعتقلين بين الحين والآخر وذلك بعد أن يكونوا قد فقدوا القدرة على الاستمرار في الحياة بشكل طبيعي لشدة ما لاقوه من العذاب المسالخ البشرية رواية طويلة من معاناة 16 عاماً لما تختم بعد فكل حكومة تأتي تضيف إليها فصلاً أشد سواداً